ندمان إنك ما نجحتش مع الأهلي أو ما حققتش حلمك في تجربتك مع الأهلي بص هو مش ندم إن أنا أسرت آه هقولك ليه لأنني أنا الندم ساعدني يعني ممكن أقولك أنا دلوقتي هقولك ندمان لو أنا فعلا للأهلي ما جاليش مرة واثنين يعني أنا كان جالي عرض من النادي للأهلي مرة واثنين فهمني؟ فده أنا أقول آه لا أنا مشيت وما قدرتش إن أنا أبقى حد كويس إنهم ما يرجعوا وطلبوني تاني فلأ ممكن أقول إن أنا ندمان أنا ممكن أقول بعد اللفظ ندمان اتسرعت مش ندم لحد دلوقتي الأهلي جواك أهلاوي زمالك طبعا أهلاوي طلعت قلتها وبقولها في كل مكان أنا راجل أهلاوي رفضت الزمالك عشان أهلاوي ولا علشان حاجات تانية لأ هم اختلفوا في الإيمان اللي مادية بس كان ممكن ترع في الزمالك وأنا ساعتها جالي العرض وفقت وروحت قعدت مع الناس هناك وهم اختلفوا ماديا يعني كان نادي الماولين كان طالب ساعتها وقتها وقتها كان 12 مليون والزمالك عايز يدفع تمانية فالاختلاف كان في بعدها بقى جالي بيراميدز بصراحة زعلت أو فرحت الموضوع الزمالك باص أو ما تمش مش حكايت لا زعلت بالعكس أنا زي ما قلت لك يعني بصرف النظر على الانتمائيات يمكن أنا دلوقتي يعني مثلا في أي مكان أنا لعبتي في بيراميدز كنت بلعب وراجل معاهم لأن النالي ده هو اللي بص يعني هو اللي داخلي من تريد أكل عيشك بالضبط فلما كنت بلعب النادي لأهلي فكانت الناس ممكن تزعل أن أنا ببقى راجل في الملعب سيريس شوية ببقى مثلا جد في كل حاجة فالناس بتبقى زعلانة في الأول في الآخر هم برضو يعني حبيلنا ديهم بس أنا في الأول في الآخر أنا بشتغل عشان ده أكل عيشي فأكيد لو كنت روحت برضو نادي الزمالك انتمائي حاجة وأكل عيش حاجة تانية مش هتتفكر كده في مواجهة جمهوري الأهلي لو موضوع الزمالك استمر أو لعبتي في الزمالك ولا ما كنتش بتفكر في النقطة مش ما جاتش ببالي بس يعني أنا كنت دائما باخد الحاجة يعني زي ما بقوله خطوة بخطوة يعني خطوة ورا خطوة اللي هو يعني أنا كنت مستني إن إن الناديين يعني تفقوا على الكيمة المادية وبعد كده أما انتقل أبقى أفكر بقى في الحاجات دي واحدة واحدة لكن وقتها ما كنتش لما لقى اللي فكر تضمك في فترة بيتسو موسيماني وحيأت نفسك إن انت تقدر ترجع اللي فكرت فيه لو كان مشروع الأهلي تم اللي كنت هتغيره عن المرحلة الأولى في وجودك في نادي الأهلي أنا بطبع ما بحبش أقعد بديل لحد مش يعني مش غرور ولا تكبر ولا حاجة الحمد لله ممكن كل الأندار اللي أنا لعبت فيها كنت إيجابي جدا وكنت فعال والحمد لله ما ليش أي مشاكل مع أي نادي خالص كنت عارف حاجة زي كده انت هادي و آه لا الحمد لله أنا لها شغلي وبس من لعبة الهادية فعلا بجد يعني حدش يسمع لك صوت أنا بحب أنا بالنسبة لي بحب إن أنا أشوف شغلي كويس جدا أحب إن أنا أبقى رقم واحد في أي مكان وركز بس فكان في دماغي إن أنا أرجع في النادي الأهلي أرجع النادي الأهلي وبقى رقم واحد في مكاني زي عيلة إن المشروع ما تمش إن أنت ترجع لأهلي تاني هو سبب انقلاب علي بعض الناس في بيراميدز إن أنا طلعت يعني كنت قلت لهم إن أنا نفس أجعل أهلي كان مكالمة هاتفية وكده ومع بعض البرومنج وطلعت قلت أنا حبي إن الموضوع يتم وأتمنى طبعا إن أنا أرجع في النادي الأهلي شكرا